نذكر أو كما ذكر أهل العلمي أنه يعني أن الله جل وعلا حذر من الخمر في صور كثيرة من هذه الآيات الثلاث أو نهى عنها أولا قوله يا أيها الذين نعموا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني هذه الأشياء لا تأتيك إلا بالرجس هذا النهي الأول عن الخمر الثاني أنها سماها رجسا إذن الأول لا تأتيك إلا بالرجس الثاني أنها رجس الثالث قال من عمل الشيطان هذا الثالث الرابع فاجتنبوه أمر بالاجتناب أي تكون في جانب وهي في جانب الخامس لعلكم تفلحون فجعل الفلاحة متوقفا على هذا لا يكون مفلحا إلا من ترك هذه الأمور الأربعة ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة هذا الأمر السادس أن الخمر تأتيك بالعداوة والبغضاء هذا الأمر السابع ويصدكم عن ذكر الله الثامن وعن الصلاة التاسع العاشر فهل أنتم منتهون سؤال فيه إغراء يعني انتهوا وإذا قال عمر انتهينا انتهينا خلاص بيّن واضح تحريمها ثم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في تحريمه هذه الخمر والميسر ثم قال واحذروا أي إن لم تفعلوا احذروا وهذا فيه تهديد ووعيد وإذا قال بعدها واعلموا أن الله فاعلموا فإن توليتم فاعلموا أنما على الرسول هذا أيضا فيه تحذير عليه البلاغ ونحن نحاسبكم أنا سأحاسبكم الرسول أدى الذي عليه وإذا جئتموني يوم القيامة سأحاسبكم هذه كل تحذيرات من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يشربونا الخمر أعذنا الله وإياكم منها ومن أهلها